ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله جلسة خمرية رفقة صديقنا له بشقة بالحي المذكور وفجأة فقد الوعي ودخل في غيبوبتنا ليفارق بعدها الحياة في حين قام صديقه بالخروج إلى الشارع والاتصال بالشرطة والتي حلت بعين المكان حيث تم نقل جوتة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة في حين يتم التحقيق مع صديق الهالك لمعرفة ملابسات وحيتيات الواقعة وإلى ذلك فقد نفت المصادر أن تكون الواقعة لها علاقة بجريمة قتل حيث أكانت بعض الشائعات تقول أن شابا قتل شابا وقطعها ويبقى كل هذا فقط شائعات فات أسباب الوفاة لأن كانت أحد الذي اتلقى به يقول لك أحد قتل وحدة ولا شيء هي وفاة عادية إن كانت عادية لأنه اللي كنقوله الطب الشرعي كنقول الشرطة العلمية اللي كنقوله جوتة غدت بشي الطب الشرعي أيضا غدت بشي التشريح التشريح وليك يأكد وش هي وفاة عادية نتجة على سكسة قلبية أو نتجة على أمور أخرى اللي هي ممكنش لنا نعرفه إحنا فالجوتة كتواجد هناك في هذه السيارة خلال تكتواجد كذلك هذه السيارة أمام مركز الشرطة من أجل أخذ الرخصة والذهاب إلى مركز الطب الشرعي من أجل التشريح إذن كيف قلت بأنها وفاة عادية ما كان لجريمة قتل ولا شيء هذه هي السيارة للطب الشرعي فكان واحد تجمع كبير دي الناس من الجيران كل واحده شنو كيقول كل واحده الإشاء عليك يخرج كل واحد وشنو كيوصل لناس آخرين بأن واحد شخص مع صديقة ديالو تخاصمه قسلها قردها دليها فعلها الأمور عادي جدا ما كان لجريمة قتل ولا شيء كان فقط شخص مات جراء أزمة قلبية أو سكتة قلبية كان وصدق ديالو في الجلسة خمرية كانوا يشربوا الخمر حسب الناس اللي كانوا اللي كانوا يعرفوهم زيان ومن بعد الشخص اللي كان مانفا تخلفوا واحد الغيبوبة أو أغمية عليه من بعد تعرفوا بأن الشخص توفى جراء سكتة قلبية فقط هاتشي لكين للأمور بسيطة ما كان لجريمة قتل ولا شيء هاتشي في المنطقة ديالعين الشوق ترجمة نانسي قنقر